اشكالات كثيرة حول المجتمع الحقوقي الدولي ورؤيته لطبيعة الصراع في اليمن اذ تلوح بين فترة واخرى ملامح تلك الرؤية التي تبدو منقوصة اما بفعل طبيعة التقارير المغلوطة التي ينقلها الراصدون المحليون او غياب التواصل من قبل الجهات الشرعية في بلادنا التغافل عن اسباب الحرب في اليمن والتركيز على نتائجها لا تبدو السمة البارزة اذا ما تعلق الامر بتحليل مضمون رؤى وتقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية وينطبق الامر ايضا على رؤية بعض الفاعلين الرسميين ووسائل الاعلام الدولية الجهود الحكومية من قبل الشرعية وطبيعة التواصل مع المنظمات الحقوقية العالمية تبدو الحلقة المفقودة التي تنسل من خلالها ضبابية الرؤية لدى الفاعلين المدنيين في العالم على ما يبدو والواضح هو غياب المتابعة الدقيقة لطبيعة مآلات الاحداث في اليمن منذ الانقلاب على العملية السياسية والتحولات المدنية التي كانت برعاية اقليمية ودولية واشراف الامم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن ناهيك ايضا عن غياب الرؤية حول خلفيات الصراع التاريخي في اليمن ونضالات اليمنيين ضد مشاريع التسلط والاستبداد والطبقية كمدخل اساسي لفهم جذور المأساة اليمنية الراهنة وابعادها المختلفة وبحسب متابعين فان المجتمع الحقوقي وحضوره مهم في مراحل الصراع التي تتطلب حضور صوت قوي وفاعل يجنب المدنيين ويلات الصراع قدر الامكان ويساهم في توفير الحد الادنى من الحماية اللازمة لهم التقارير الحقوقية والانسانية التي تتناول الشأن الحقوقي في اليمن تركز في مجملها على انماط ظاهرية محددة للاضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل اطراف الصراع دون النظر في تفاصيل انماط اخرى اكثر خطورة واشدفتك اشتركوا في القناة